موسيقى الجزائر تتسلم من تونس الرئاسة الدورية للقمة العربية المقبلة خلال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين تونس التي احتضنت الدورة الماضية كلها ثقة في تحقيق قمة الجزائر لوحدة الصف العربية حول القضية الفلسطينية نحن على ثقة تامة بأن قمة الجزائر ستواصل بمعيد كيف الدول العربية على نفس الدرب الساعي إلى وحدة الصف لزاء قضية العرب الأولى والعمل الدائم من أجل انهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضح حد للسياسات العدوانية لسلطات الاحتلال وأنه لا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نشكل الجزائر الشقيقة ونهنئها ونهنئ أنفسنا على جهودها السخية ونجاحها في لم شمل الاشقاء الفلسطينيين تحقيق التوافق والاستجابة لتطلعات الشعوب العربية التواقة للتضامن هي من بين المبادئ الأصيلة التي تدعو لها الجزائر باجتماعنا اليوم تنطلق على بركة الله سلسلة الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الواحدة والثلاثين التي ستنعقد على أرض الجزائر بعد مرور ثلاث سنوات عن تعذر عقادها إننا نريدها قمة عربية توافقية تنطلق من الثوابة المشتركة وتعكس تطلعات شعوبنا التواقة إلى قدر كبير من التضامن والتآذر والتكامل قمة تستفيد من دروس الماضي وتواجه بشكل جماعي تحديات الحاضر وتنظر إلى المستقبل برؤية شاملة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في ظل مد جسور التعاون البناء والإيجابي مع محيطنا الإسلامي والإفريقي الجزائر رفعت التحدي وجعلتها قمة عصرية بدون ورقة وهو ما أشدت به الآمنة العامة للجامعة العربية عقد أول قمة عربية لا ورقية بمعنى أنه إذا حضرتكم نظرتم في القاعة ستجدوا أن الشاشات موجودة أمام السادة المندبين وموجودة على يمين وإصار القاعة ولا توجد الكتيبات والكتب والملخصات والأوراق التلال الأوراق التي كانت دائما موجودة الاجتماع على مستوى المندبين الدائمين سيعقبه لقاءات المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبيل لقاء وزراء الخارجية العرب الذي يسبق اجتماع القادة ترجمة نانسي قنقر